اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله في قصر البحر في أبوظبي على عدد من المبادرات البيئية والأفكار المبتكرة التي تسهم في تعزيز نهج دولة الإمارات وجهودها في مجالات الاستدامة وصون الموالد الطبيعية من خلال تشجيع الابتكار والمبادرات الملهمة في هذا المجال جاء ذلك خلال استقبال سموه بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عددا من رواد أعمالي وشبابي ومسؤولين معنيين بمجال البيئة يعملون على تنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة في مجالات الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة واستمع سموه إلى شرح قدمه أصحاب هذه المبادرات بشأن أهميتها وإمكانيات تطويرها وتطبيقها على مستوى واسع والنتائج التي حققتها وقال صاحب سمو رئيس الدولة أن المبادرات التي يقدمها رواد العمل البيئي سواء في دولة الإمارات أو العالم تمثل مصدر إلهام لبدل مزيد من الجهد والعمل من أجل حماية البيئة من التحديات التي تواجهها وشدد سموه على أن دولة الإمارات تحرص على ضمان الاستفادة من كل الإسهامات والمبادرات في هذا الشأن بجانب تعزيز الوعي بدور الأفراد والمجتمعات في مواجهة تحدي التغير المناخي اشتركوا في القناة